السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد في قناة الفيزياء ببساطة اذا في هذا الفيديو سنقدم لكم الجزء ثاني من درس الطيار كاربيل مستمر وتوقفنا في الفيديو السابق في حساب شدة الطيار كيفاش كنحسبها بنسبة الامر اخرى لكم لكن قبل فقط للاشارة حاولوا لاول مرة كيشوفوا القناة تضغط على زر الاشتراك واشترك وحاولوا تنشروا الفيديوهات مع الاصدقاء ديلكم لانه مهم جدا انه يستفدوا الاصدقاء ديلكم بارتجوا معهم الفيديو باش يستفدوا وتعوموا الفائدة للجميع اذا هنا وتوقفنا الفيديوهات الثانية هي هذه عندنا لانسيغتتيد ابصولي هو بعربية الارتياب المطلق شن هو الارتياب المطلق مهم ما نعرفه من بعد اذا نبغ لاغولاسيون سويفان لاغولاسيون باش كنحسبها الارتياب هذا هي هي دلطا اي كتساوي سي مضربة في كلاس اه على مية اذا هاد العلاقه هاد شنو كنديرو بها كنحسبه نسبة اه الخطأ طبي لحال اي جهاز مثلا عندنا هنا جهاز دل اومبير متر هاد الجهاز دل اومبير متر صنعو لنا الصانع والصانع كيقول لنا وديرها هاد الجهاز اللي استعملناه راه متلا عطانه هنا متلا عطانه هنا 66 متلا حسبنا شدة الطيار هي اي كتساوي سير فاطلة 56 ولا واحد اومبير راه مش هي واحد اومبير لي كينا بالضبط لا بد من وجود اخطأ وديكل اخطأ كيكون صغار كيتسمو نسبة الخطأ بطبيعة حال اي جهاز عنده نسبة خطأ ديالو اذا هاد نسبة الخطأ كتكون صغيرة بزاف متلا في واحد اومبير نسبة الخطأ كلقاوها 0.01 مثلا اومبير يعني ما شلقاو واحد بالضبط تلقاو 9.99 اومبير ولا 1.01 اومبير وهاكذا نسبة الخطأ جميل اجهزة كان فيهم نسبة الخطأ وبطبيعة الحال ايضا حتى في القياس كيكون عنا اخطأ جريبية اللي كتكون صغيرة بزاف اذا هنا يلا بغينا نحسبوها نسبة الخطأ اللي هي لانسيقتود ابصولي كنتبقوا هاد العلاقة دلطائي كتساوي السي مضربة في الكلاس هنا عنا السي هو العيار رادرنا عليه والوكاليبغ فالكلاص هذه كعطاء لنا الصانعي كتكون مكتوبة في الجهاز وهنا هدي نشوفو واحد السلسلة ديال التمارين روجتها لكم هدي نلوح لكم في الباش ديال الفيسبوك هدي نلوح لكم في الباش ديال الفيسبوك باش تختموها ونشوفو تصحيح في هاد العلاقات ديستعملوها ونقسموها لهمية كيفاش كنعبر على الطريقة هدي لقلكم كالكولي لانتون سيتي دو كورو مزوري هنا كنديرو اي بلوس وموين دلطائي شنو كان يعني وبلزومو يعني كنديرو اللي هي التيالكار مثلا لقينا واحد امبير كنديرو واحد امبير زائد او ناقص 0.01 مثلا لحسبنا هاد دلطائي لقينا فيها 0.01 كنحطوها زائد وناقص شنو كتاني كتاني ان الصانعي هذا كيقولنا اما خاصنا نزيده 0.01 ولا خاصنا نقصه 0.01 طبيعي الحال تفقين هاد نسبة الخطأ اما كتزاد ولا تنقص ما عرفنا احنا واش تزاد لنا تزاد لنا تزاد لنا تزاد لنا الكاربا اي الشي تزاد لنا لقينا لقينا ولا نقصات وممكن نعبر على باتطريقة هادة اللي كتلاحظو هنا كنديرو اي الكورو محصور بين اي مزيغي لقينا زائد دلطائي اي وكون ديرو في الجهة الموقع كنديرو انا كنا نحاولو اننا نه حددها ايكزاكت تقريبا لدي كتكون افضل اي مزيغي ناقص دلطا اي على فما دقدم عدنا واحد امبير هي ولا نتوقعون لدينا هى اي مساعدة هي واحد واحد امبير وهنا شنو هاد نديرو واحد زائد صفر فاصلة صفر واحد وهنا هاد نديرو واحد ناقص صفر فاصلة صفر واحد وبالتالي هنا تقريبا القيمة للشدة الطيار لكن على الأموم نحاول أن نرى طرق أو تطبيقات هذه العلاقات نرى في الحصة وفيديو التمارين بالنسبة لكين الارتياب المطلق وكين الارتياب النسبي وفيديو التمارين هناك خارج لكين الارتياب المطلق وكين الارتياب النسبي بالنسبة لكي نعرف كيف تحسب الارتياب النسبي سهل كنت نقسم دلتا اي وفيديو التمارين الارتياب المطلق هناك خارج لكي نقسم دلتا اي وفيديو التمارين الارتياب النسبي هناك خارج لكي نقسم دلتا اي كمثال يمكننا أن نقسم دلتا اي قبل العصر فصلة واحد من قصوم الواحد وقد نقدر نضربها في 100 وقد نعطينا نسبة 100 مثلا نجوج في 100 أو 3 هي نسبة الخطأ كمثال انظر اختي بواك بالتمارين وكذلك نضرب المطلق ان يتم تخصة وجوديا كمثال بمثال هنا عندنا مثلا واحد الكورون برينا نقيسو الكورون او بان دو جنيراتور كنستعمل وطبيط حال الامبارمتر تفقين دابا هنا يا إلا خديت القطب الموجب مع القطب الساليب والقطب الساليب مع الموجب هذا خطأ علاش خطأ هاو المزير ييبوزيتيف سي الكورون اندخل بغلابورن ا اي صغط بغلابورن كوم عندنا مثلا منстра الخطأ الامبارمتر ما كيكونش مكتوب فيه بحالة شكل بلس الـ بلس كنديرو ليه مثلا ا بلس الـ كنديرو كم يعني كن عنيه بها الـ موة و اا كن عنيه بها البلس اذا فهذا المثال فينا هو الكوم هو اللي فيها الموة اذا هذا هو الكوم ولفيه الـ بلس هو تفقين مزيان. إذا هنا إلا لحطوا قلبتهم. بالعنى قلبتهم هنا. ماذا هذا يوقع؟ هذه نحسب القيمة الرقمية يعطينا مثلا ناقص جوج أمبير. ماذا تعني هذا ناقص؟ أصلاً الكورون لا يريد أن يكون ساليب. وبتالي هنا ما يعني؟ كعني هذا الرمز أن نقلبنا المربعين. بحال هذه الحالة ناقص 132 يجب أن نقلبه البرانشمون للأمبير متر. ماذا نقلبه؟ هننخليوا اللوجيني غطوه كما هو نقل هنا امبير متر هنا بلس هنا المواجب. البلس فينا يمشي مع ا موجب اللي قلنا هنا ا ا ا و ال بلس. و المواجب يكون في القوم. تفقين؟ قدنا تشيخصوا يكون تجريبيا. طبعاً في القسم ما تكون تشوفوا شي تجريبيا. نشو للحالة الثانية بعد الأحيان امبير متر يشير إلى رقم واحد. نعطيه رقم واحد. ما يعني ذلك الرقم واحد؟ يعني ان ذلك العيار الذي استعملنا غير مناسب. مني كنقول العيار كنغيره بهذا الزر. نشوفه هنا الصورة دياله برمتر. هو هذا. هذا الزر هذا اللي كان عندي هنا. هذا هو اللي يدبط لي العيار. يعني إذا لقنا هنا اشارة ديال واحد. يعني ان العيار غير مناسب. خصنا غيره مباشرة. خصنا نرفعه الأعلى. نكبره شوية. نحن هنا. كيف نشوفه هذه الحالة دياله برمتر الرقمي. يجب أن نتحرك برمتر رقمي. يجب ان نتحرك برمتر. خصنا ندوزه واحد العيار. وهو كبير بزاف. إذا لدو الاستعمالات دياله برمتر. سواء الرقمي أو دو الإبراء. دابع ندخلوه تحواجه المهم من بزاف. سواء الرقمي أو دياله برمتر. سواء الرقمي. سواء الرقمي. سواء الرقمي. سواء الرقمي. تركيب المصابح. تعلى الحصول على السواء الرقمي. التجارب conversation هذه المحلقة في الصفرات يتحرك ملائق هناك أمبر الذي يمثل هناك أمبر يقصد أمبر على أمبر عقب ثم عقب يتحرك على الأمبر نفس الطيار الكهربائي تفقين هادشي باش كيتميز التركيب على التوالي اذا المونتاج انسيغي را واضح تابه فافهمناه كل الكورن الو ميم دون توت البوان دو سعكوي مفهم؟ اذا هادشي اللي كان بسبب المونتاج انسيغي جميع النقاط عندهم نفس شدة الطيار بعد الاحيان كي اعطوكم هنا اي واحد هاد النقطة وهاد النقطة فيها اي اثنان سواء كي قل حسب اي اثنان اصلا اي واحد كي سوي اي اثنان لان لان اعنا الميم كورون كي يبس دان طول السياركوو المشيولي الدوزي المونتاج المونتاج ان ديريفاصيان التركيب على التوازي التركيب على توازي عدا نشوفه باش كيتميز التركيب على التوازي دان زن سيركوي ان ديريفاصيان ندستنج او موين دون أي تركيب على توازي باش كنعرفه وكيكون فيه عاقل جوج عقد نبدأ نقطة التقع ثلاثة أسلاك العقدة هي نقطة التقع ثلاثة أسلاك هناك نقطة تقع ثلاثة أسلاك مثلا هذه النقطة هي العقدة نصل لهذا كونها وعندنا الكونه نصل به لا تدأس لك هالخضر هالزرق هالحمر وبتالي هذا سيتان نوع مشي هنا نشوف هنا الكورون هنا وش كان عندنا عقدة ما كانش عندنا واحد جوج نفسش هنا ها هو العقدة في كينين اذا جحام عقدة عندنا هنا عندنا جوج متفقين؟ اذا دائما في تركيب على التوازيب يعني دون المنتاج اون ديرفاسيون او موان دون اكزيستين على الاقل جوج عقد كينين اما ممكن لقاء كتر نقص جqualه الحلقة الاساسية يدو البرونش الديغيفي البرونش الخرين كان عندها هذا البرونش تسمى حلقة الحلقة الثانية وهذه و الحلقة الكبيرة هي اللي تجمع الوسيقى كامل باش نشرحوا معاو معنى الأولى وهالثالثة الكبيرة كاملة اذا كان هنا ثلاثة ديال الحلقات تسمى البرونش مزيان باش كيتميز تركيب على التوازي سابقا أن تركيب على التوازي باش ما كان زيدوا عدد المصابح مثلا اي مثال قد المصابح تبقى شدة الإضاءة كما هي يعني الإضاءة كتبقى كما هي تفقين أما في تركيب على التوالي العكس إلا شدين ما تناديه السيخ كوي لكن هنا إلا شدين ما يصبح خر هات نقص لنا الإضاءة ما ديش يبقى لنا نفس الإضاءة إذا ندول الفرق بين تركيب على التوالي وتركيب على التوازي نمشي والفقرة الأخيرة لنسألوا هذا الفيديو هي للواة دينو قانون العقد شنو كان قصدو بقانون العقد قررتو في السابعة حتى هو لنسألوا هذا الفيديو لنسألوا هذا الفيديو عندي هنا واحد تيار كاربائي وكين واحدنا وكين واحدنا نسمى هذا اي وهذا اي واحد وهذا نسمى اي اثنان شنو كي قولي هاد الالواقس كون تحفظو ضروري لعنى في المتحان كي في الكتاب لغلالواد نون مجموع شدة الطيارات كي عغيف اعنى داخل العقدة اي تيغال تساوي مجموع شدة الطيارات خارجها منها اي تيغال على الصوم دي زانتون سيدي دي كورون كي باختن اي تالي هنا هالعقدة هي شنو هي الطيارات التي تدخل الى العقدة كين عنا اي ان اي تجيبت السام اي دا اي بقي شوات يدخل العقدة وينتحه 100 نتساوي كين هما طيارات التي تخرج من العقدة كين اي واحد و اي اثنان و تالي كنجمعهم اي واحد زائد اي اثنان وهنا كندروا مجموع شدة الطيارات الداخلة كتصمي شدة الطيارة الخارجة انا تكون امثلة باش تتفهمو اكثر ناخد ايج امثلة عندي النقطه عبارة عن عقدة نقطة A عبارة عن عقدة بالنسبة لهذه العقدة إذا بغينا نحدده ونطبقه قانون العقدة كنشوفه الطيارة الداخلة ما هي الطيارة الداخلة إلى العقدة كان عندنا E2 كما كنتلاحظه كان عندنا E3 إذن هذين نديرو E2 plus E3 تساوي عندنا الطيارة الخارجة E1 و E4 ونطبقنا قانون العقد طيارات الداخلة كان عندي E1 كان عندي E2 وكان عندي E3 إذن E1 زائد E2 زائد E3 تساوي ما طيارة الخارج من العقدة؟ هو E تساوي E مفهوم؟ إذن كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو هذا وبطبيعة الحال لا عندوش سؤال لا عندوش حاجة يخليها لنا في التعليقات إذا أعجبكم هذا الشرح لا تنسوش تضغطوا على لايك إذا أعجبكم على الفيديو هذا وبنسبة التمارين أخليهم لكم في الفيسبوك وكذلك يساوي على الجروب أو الجروب في الفيسبوك كتبو غير فيزياء ببساطة في الروشيرت في الفيسبوك وأطلع لكم الشعر ديال القناة هذيكية الجروب ديال القناة إذن موعدنا في فيديوهات أو في تصحيح تمارين ديال هذا الدرس هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة